كابتن كريم كنت يعني قبل الفاصل بس أحداك عن رأيك في المباراة وإزاي مستر فرناندو أدارها بشكل أنه يريح بعض اللاعبين وفي نفس الوقت يستعيد فرميتهم للبعض الآخر يعني زي ما اتكلمنا قبل المباراة أن هي هتبقى مباراة متوسطة يمكن الفرير واندي النهاردة حاول أنه هو بأقصى جهد أنه هو يحاول إيجاري النادي الأهلي بس طبعا خبرات لعيب النادي الأهلي وتمرسهم في أفراقيا وفي المباراة دي قدرت أنها تحسب مباراة يمكن الشوط الأول 25-20 شوط 2-25-17 الشوط الثالث 25-16 يعني مباراة كانت متوسطة زي ما قلنا أن فرناندو بيبدل في الليبارات بيعمل روتيشن مما بينهم فالنهاردة محمد رمضان هو اللاعب المباراة أسم المباراة بين حسام بدأ بعبدالله بسلام بس يعني كان رمضان كان أكتر عبدالله وحسام نهاردة شاركو صلاح وصيف عابد النهاردة اللي كانوا سابتين في مركز ثلاثة كانت سعودي وحمده لابوا المباراة كلها والاتنين الأربعات طبعا برضو كملوا زي ما هم فطبعا النهاردة فرناندو قدر أنه هو يوصل خلاص للتوب فورم للعيبة يعني هو جاهز اتنين لعيبة في كل بوزيشن قريبا يعني اتنين لعيبة في كل بوزيشن كان جاهزين يعني يمكن رمضان خدت أكتر سنة من يوندر ولكن كتوتل أنه هو جاهز في كل مركز اتنين لعيبة بالضبط فهو النهاردة قدرين يعني النهاردة بعد بعد أنما وصلنا خلاص للسيمي فاينل اللعيبة كلها شاركت يمكن أهل اللعيبة ممكن يكون شارك 4-5 نقط ممكن يوسف الصافي مثلا لكن معظم اللعيبة كلها شاركت في السكواد الـ 14 لعيبة فبقوا جاهزين فإن شاء الله مباراة الفريق الليبي بكرة إن شاء الله نصر الليبي بإذن الله اللعيبة تكون مستعدلة كويس وعبد الرحمان الحسين يتكلم في نقطة الريكافري هما بيعملوا ريكافري طبعا أو ما بيرجعوا طبعا القتلة على طول بيعملوا ريكافري كويس جدا شانا الاستشفى ده هو اللي بيخلهم وقفين على رجلهم طبعا في المبارات جابتل في ديئة كده توقع حدثت لبكرة يعني إن شاء الله تبقى طبعا خلاص إحنا دخلنا في الجد سيمي فاينل وفاينل بعد بكرة فإن شاء الله النادي الألي بكرة يكون على قد الحدث والمعتاد بتاعهم إن شاء الله ونقدر نسهل المباراة لنفسنا بكرة إن شاء الله وتكون الفوز النادي الألي ومبارك للفريق اليوم الثلاثة إن شاء الله بإذن الله